بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أعزائي الطلاب في مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث نتوسط بداية الفصل الدراسي الثاني سوف نتعلم سويا في هذه المادة الوحدة الأولى التوعية الصحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية ونتعرف على الطب النبوي والتداوي بالأعشاب ماذا يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة يتوقع أن يبين فوائد الأعشاب والأغذية المستخدمة في الطب البديل يعطي أمثلة لأعشاب تستخدم كأدوية يستنبط الآثار الضارة من الوصفات الشعبية والشعوذة يحرص على حفظ الأدوية والمستحضرات الطبية بطريقة صحيحة كما تعلمها بالإضافة إلى أن يفرق بين أعراض مرض السكر ومرض ضغط الدم يخطط وجبات غذائية تناسب مرضى السكر ومرضى الضب في درسنا في درسنا لهذا اليوم يتوقع من المتعلم في نهاية هذا الدرس أن يبين مسميات الطب النبوي يحدد بعض الأغذية والأعشاب المستخدمة في الطب النبوي يستنتج أهمية العسل صحياً يستكشف فضل تمر العجوة من خلال السنة النبوية يلخص القيمة الغذائية للثوم يوضح القيمة الغذائية للحبة السوداء والزنجبيل المفاهيم الرئيسة في هذا الدرس الأعشاب والرقية ننظر إلى الكتاب خلق الله تعالى النبات وجعل منه غذاء لا يستغنى عنه في الحياة ودواء لكثير من الأمراض وفي القرآن الكريم والسنة النبوية إعجاز دوائي اكتشفه العلم التجريبي حديثاً قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين وما زال العلماء يواصلون أبحاثهم في اكتشاف أسرار إعجاز القرآن والسنة النبوية وقد أمرنا الكريم صلى الله عليه وسلم رسولنا بالتداوي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير قال فسلمت عليه وقعت قال فجاءت الأعراب فسألوه فقالوا يا رسول الله نتداوى قال نعم تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم من هنا نتعرف ما المقصود أو ما هو مفهوم الطب النبوي أحسنتم الطب النبوي هو مجموعة النصائح الطبية التي وصلتنا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة أحاديث النبوية شريفة حيث أقرها أو وصفها لغيره من الناس فهي تعالج ماذا؟ تعالج الأمراض الجسدية الأمراض النفسية وهناك عدة أنواع للعلاج نذكر منها من أنواع العلاج الطب النبوي رائع العلاج بآيات القرآن الكريم والأدعية التي وردت فيه وكذلك في السنة المطهرة والأعشاب الطبيعية وهو طب يعتمد على اليقين وليس الظن إذن هذا الطب يعتمد على أدلة وليس الاختيار أو الاحتمالات في العلاج حيث إن مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية وقد جمعت هذه النصائح من قبل بعض العلماء ومن أهمهم ابن قيم الجوزية إذن تعرفنا على الطب النبوي نصائح طبية نقيلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طب يعتمد على اليقين وليس الظن من خريطة المفاهيم التي أمامك ينقسم الطب النبوي إلى عدة أنواع بالعلاج إما قد تكون بالأدوية الطبيعية أحسنت بالأدوية الإلهية أو قد يكون علاج مركب بين الأمرين إذن من هذه الخريطة التي أمامك استكشفت أنواع العلاج بالطب النبوي بالأدوية الطبيعية بالأدوية الإلهية أو قد تكون علاج مركب بين الأمرين هناك بعض الأعشاب الطبيعية ثبتت فعالياتها وفائدتها في الاستطباب وفي العلاج سوف نتعرف الآن على بعض هذه الأعشاب الطبيعية وفي ماذا تستخدم وما هي الفائدة من استخدامها نبدأ بداية العسل العسل ذكر في مواضع في القرآن الكريم قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إذن هنا أتعرف على العسل بأنه غذاء ودواء يستخدم في ماذا أحسنتم فاتح للشهية ومنشط كذلك يساعد على الهضم ويستخدم لعلاج الحروق السطحية والجروح البسيطة إذن من هذا المنطلق نتعرف على فوائد العسل فاتح للشهية للجروح البسيطة ويستخدم في علاج الحروق والمساعدة على الهضم نأتي بعد ذلك إلى تمر العجوة تمر العجوة يقي من السم والسحر ومفيد أيضا للكبد وذلك لما يحتويه من عناصر أو لما تحتويه من عناصر تساعد في سلامتها عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر إذن من هذا الحديث أكد لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فائدة تمر العجوة تناوله في الصباح سبع تمرات للوقاية من السم والسحر بإذن الله تعالى أيضا ورد فضل حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين قبل أن تنتقل إلى الكمأة السؤال في الكتاب من المقصود بالكمأة إذن نعيد سويا تمر العجوة للسم مفيد للسحر أيضا ويقي منهم بإذن الله تعالى مفيد لكبد الإنسان ذكر في مواضع في السنة النبوية المطهرة وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم والكمأة من المن في هذا الشاهد الآن ما المقصود بالكمأة فكر معي قليلا ما هي الكمأة هي في اللغة العربية تطلق كبأة أحسنتم تسمى بماذا قبل أن أتعرف عليها هذا هو الشكل الواضح أمامك للكمأة تسمى في دول الخليج العربي بالفقع وهو ماذا فطر بري موسمي ينمو في الصحراء أحسنت بعد سقوط الأمطار رائع بعمق 5 إلى 15 سنتيمتر تحت الأرض إذن هو من أنواع الفطر البري والذي ينمو بعد سقوط الأمطار في ماذا يستخدم الكمأ أو الفقع هو طعام أحسنت يستخدم كطعام غني بالمواد الغذائية يعزز الجهاز المناعي لدى الإنسان غني بمضادات الأكسدة وبديل نباتي للحوم إذن يحتوي على العديد من الفيتامينات غني بالمواد الغذائية تعزز الجهاز المناعي رائع غني بمضادات الأكسدة ويستخدم من البدائل النباتية للحوم سجل الإجابة على كتابك المقصود بالكماء إذن لدينا أيضا الثوم من فوائده يصف الحلق ويزيل البلغم وينفع في السعال المزمن ووجع الصدر من البرد ذكر أيضا في الحديث النبوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيه من البقول فقال فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال فإني أناجي من لا تناجي إذن هنا لاشتداد رائحة الثوم والبصل علينا عدم تناولها والذهاب إلى المسجد من الأعشاب التي استخدمت في الطب النبوي الحبة السوداء كلنا يعرف ما هي الحبة السوداء أمامك الصورة فعالة في علاج أمراض المعدة قاتلة للديدان تذيب حص الكليتين والمثانة بالإضافة إلى فائدتها في علاج بعض الأمراض الجلدية كالبهاق وأمراض البرد كذلك تستخدم في التخفيف من ألام الأسنان والرأس والمفاصل وأمراض الصدر وفي الحديث ذكرت عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ويقصد به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الموت إذن هنا تعرفنا على الحبة السوداء تفضل أحسنتم علاج أمراض المعدة رائع قاتلة للديدان في علاج الأمراض الجلدية أحسنت مثل البهاق أيضاً في أمراض البرد في التخفيف من آلام الأسنان وألام الرأس وألام المفاصل وأمراض الصدر ننتقل الآن إلى طعام آخر أو علاج آخر في الطب النبوي ألا وهو الزبيب يستخدم فيه ماذا؟ يقوي المعدة والكبد إذن هو أو الجهاز الهضمي له منافع وفوائد في أوجاع الحلق والصدر والرئة والكلا لدينا الحلبة وهي مفيدة للشعر للبشرة تسكن السعال والربو تساعد على تلطيف التهاب الحلق قيل عنها لو علم الناس منافعها لاشتروا بوزنها ذهباً هذه كانت فوائد الحلبة لدينا اليانسون يستخدم للصدر أمراض الجهاز التنفسي ضيق التنفس قد يستخدم أيضاً أحسنت يمنع السعال يسكن الأوجاع وفائدته للجهاز الهضمي وطرد الغازات وعلاج البغص خاصة عند الأطفال لدينا البابونج ونلاحظ شكله يأتي مثل الزهور يسكن الصداع يزيل المغص ويطهر الجهاز الهضمي والتنفسي الزنجبيل مفيد للهضم مليون للبطن أحسنت نافع في حالات البرد مطيب لنكهة الطعام وقد ورد لفظه في قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا إذن ذكر الزنجبيل في القرآن الكريم أمامك النشاط الآن في الكتاب هناك العديد من الأعشاب التي تستخدم في الاستطباب مثل الكمون المر القرفة وضع لك بعض الصور المطلوب منك عزيزي الطالب أذكر بعض الأعشاب الأخرى التي تعرفها وتستخدم للاستطباب تذكر معي ما هو في بنزلك من بعض الأعشاب التي تستخدم للإطباب استطباب وسجل إجابتك أحسنت رائع إكليل الجبل الزعتر ممتاز وبذور الكتان إجابات رائعة نسجل الإجابات على الكتاب بعد ذلك الآن تعرفت على بعض الأعشاب تعرفت على فوائدها ما هي مميزات العلاج أو التداوي بالأعشاب فكر معي بهذه المميزات ما هي رائع رخيصة الثمن قليلة التكلفة ومن السهل الحصول عليها أيضا من هذه المميزات تأخذ عن طريق الفم أو الجلد ولا تحقن عادة تكون أدوية مفردة غير مركبة يتقبلها الجسم تستخدم كأدوية كما أنها تعد من الأغذية المفيدة مثل العسل والعجوة إذن تستخدم كأدوية وكطعام خامسا حفظها وتخزينها سهل ولمدة طويلة وأخيرا من هذه المميزات قد يكون لها تأثيرات جانبية ولكنها قليلة تظهر عند استخدامها بطريقة خاطئة إذن كل ما عليك معرفة المقدار والمعيار كيف تستخدم هذه الأعشاب ولا تستخدم بطريقة خاطئة أو كمية خاطئة أو بكثرة كانت هذه لدينا مميزات التداوي بالأعشاب رخيصة الثمن تأخذ عن طريق الفم غير مركبة يتقبلها الجسم بسهولة تستخدم كأدوية وكأطعمة وذكرنا مثل العسل والعجوة سهل علينا حفظها وتخزينها لمدة طويلة ولكن يجب التقنين وأيضا معرفة استخدامها بطريقة صحيحة نشاط واحد اقترح مع أفراد المجموعة فوائد أخرى للتداوي بالأعشاب أحسنت تخفيف الغثيان تنظيم مستوى السكر في الدم ممتاز تخفيف الحساسية واحتقان الأنف خفض الكوليسترول سجل كل ما لديك من إجابات على الكتاب علاج مشاكل الجلد مثل الأكزيمة الاسترخاء والمساعدة على النوم كانت هذه بعض الفوائد الأخرى للتداوي بالأعشاب وبذلك نكون قد انتهينا من درس الطب النبوي والتداوي بالأعشاب نلقاكم بإذن الله في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر